وصلت وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 506 قضايا تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت قرابة 172 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 34 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط قرابة 25 طن وفي مجال البيع بأزيد لمواد البناء تم ضبط 113 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 716 قضية من بينها 150 قضية خبز ناقص الوزن و140 قضية خبز غير مطابق للمواصفات أما في مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير فقد تم ضبط 17 قضية بمضبوطات بلغت أكثر من 313 طن ترجمة نانسي قنقر